يا جماعة في أمور بعض الناس تفكر أنه هي غلط وهي مان غلط في الصلاة قراءة نفس السورة بكل ركعة مان غلط في الصلاة على الأرض بدون سجادة مان غلط الصلاة بالحذاء إذا ما فيه نجاسة مان غلط مد الرجلين باتجاه القبلي لما بدك تنام مان غلط وما فيه أي دليل يمنع قص الأضافر بالليل ما فيه مان أو حتى دليل يمنع صب المي الساخن بالحمام ما فيه أي دليل لا من قرآن ولا من السنة يمنع السلام على الطعام أو حتى الكلام مان غلط تشغيل القرآن بالغرفة وتروح للمطبخ وتترك الشغال مان غلط صلاة المرأة إذا كانت مكشوفة القدمين الصلاة صحيحة مان باطلة هذا والله أعلم السلام عليكم